كان لازم أبتدي بالأستاذ محمود المليجي لأنه طبعا لأنه تاريخ فني كبير أيوة تاريخ فني كبير واسم كبير في عالم الفن ولأنه كمان هو هو دوره يعني كوفو ده بتدي كده أستاذ محمود لأنه هو بيبتدي الأول الكتابة وبعدين المزيكة بتتحط وبعدين أجيلك يا خديجة بس معلش يعني المرة جاي خيرها تغيرها طيب قولي بقى كتابة الأغاني ده بيبقى برضه بالاتفاق على موضوعاتها مع الأستاذ خالد ولا بتحصل إزاي لأنه البداية عندك وهم بيبنوا شغلهم عليك يا أستاذ محمود هو زي ما أنت قلت المشكلة في الموضوع بالنسبة لي إن دايما البداية عندي فكل ده يعني أي حد مستني يبني عليك إن أنا أطلع بالبداية البداية بالنسبة لي طبعا لازم بأخذ رأي أستاذ خالد فيها وبنبدأ نتناقش إحنا عايزين نماشي الموضوع من اتجاه عامل إزاي طبعا إحنا عايزين نقول إيه في الموضوع طبعا القصة كلها بنبقى بنحضر بروفات طول الوقت عشان نشوف الموضوع ماشي إزاي وببدأ أتكلم أنا أستاذ خالد وببدأ أتكلم أنا وأحمد إحنا عايزين نروح بالاستعراض ده أو الأغنية دي لفين يعني إحنا عايزين نقول منها إيه وعايزين نوصل بيها لإيه وإيه اللي إحنا عايزين المسج اللي إحنا عايزين نوصلها للناس وبعد كده بنبدأ لو أستاذ خالد قال تمام ببدأ أنا وأحمد بقى نشوف نلعب لعبتنا بقى يعني إيه رأيك في اللي اتبعت طب أنا بفكر أعمل اللحن بالشكل ده طيب نقوم شايلين كل اللي أنا كتبته وهو متعب جدا في ده جدا مين اللي متعب جدا؟ أحمد طاري أحمد متعب جدا أنا أطيب واحدين أنا تخضيت أنا فتكرتك تكرر أستاذ خالد قلت ما ينفعش كده أستاذ خالد لا لا أستاذ خالد متعب قوي تح Davies حيات المنتبر تحدي ب massage كلا brown نا بحدي تحدي بل أصبحت